أسعد الله جميع وقاتكم بكل خير اليوم في بريطانيا بدت إجازة الكريسماس لعدد مدارس والصف الأولية يقول لي واحد من الزملاء أنه لما أخذ ابنهم في مدرسة تخيلوا معي يسألون أنه متى تخلص الإجازة يعني تخيلوا الطفل يحب المدرسة بهذا الشكل أنه ما يبي إجازة إيش السبب؟ أنا سمعت كثير من متعثين يتكلمون وقرأت في بعض المواعق التعليم هنا في بريطانيا المراحل الأولية يعتمد على التعليم بالترفيه ما في مقررات، ما في واجبات أنه مكان تعليم وترفيه فالطفل ينبسط على الشيء ذلك عندنا مسعودية وهذا ما هو باب جلد الذات أبداً لكن الصراحة أعتقد أن التعليم عندنا خصوصاً مراحل الأولية يحتاج إعادة نظر أسبوع الأول الطفل المسكين ينبسط ويحطونه مسابقات ينصد المسبوع الثاني جو مختلف تماماً يعطونه ثمانية سبع مقررات ووجبات ويبدأ المحاسبة فالطفل يتجي صدمة عاطفية يكره المكان يبي يغيب وأنا أتكلم صراحة بحكم أني معلم سابق وشايف الوضع يعني أسبوع الثاني يعيش الطالب جو مختلف تماماً عن الأسبوع الأول يعني يبدأ الوضع جدي والمعلم يكتب له في دفتر واجبات الطالب لم يحل الواجب الطالب ما سوه كذا يرجع البيت بعض الأباء والأمهات سيئة جداً في التعامل مع الطفل يعني هذا الطفل عم ست سنوات فتجيه يعني ردة فعله أنه هذا المكان في محاسبة مراقبة في المكان صعب لذلك أنا والله ودي أن ناخذ بعض الأفكار الجميلة يعني ما هو كل شيء لكن ناخذ بعض الأفكار من بريطانيا ومن غيرها يعني خصوصاً فيما يتعلق في موضوع الأطفال لأن الأطفال إذا يعني عرفنا كيف نحببهم في المكان فهذا ينشأ معهم أتمنى والله يعني أن هذا المقطع يصل أحد ولا يشوف أحد المسؤولين لي بيده قرار وأنه يتأخذ شيء موه من أجري أنا أنه من أجري الأطفال يعني بالنهاية دمتم بود